ندرة خرجت من المحل مع جليلة وكانت متضايقة ومكسوفة من الموقف اللي جليلة حطتها فيه حسن كان واقف قدام المحل وهو قاعد على الموتسكل بصلهم وهم خارجين لكن بنى عليه الغضب وهو بيضغط على قديه ومركز مع ندرة اللي خرج مع جليلة كان واضح عليه الغيرة والغضب ندرة بصت له باستغراب من طريقته ومن نظراته لكن مشت ورا جليلة بهدوء ندرة بهمس قالت منك لله يا جليلة اتلم يا بيت سانية بدل ملمك ازايك يا حسن اخبارك ايه اخبارك ايه يا ابني واخبار الحجة حسن بصلها بحدة كان بيحاول ان يدريها في كلامه بخير الحمد لله بتسلم عليكم الله يسلمها يا حبيبي حسن بصل ندرة اللي وقفة بتقلف في تليفونها بلا مبالاة جزة على سنانه بديء وحاول يتعامل عادي انا كلمت الحج موسى وقلت له اني هاخدك انت وندرة تتفرجوا عشقة علشان لو عاوزين حاجة معينة فيها بس انا عاوز اروح حسن بهدوء مخيف وهمس قصما عظما انا على اخري منك وتكك كمان وهعمل مصيبة بالليدتي لابسا ده فالمي تضر واركابي بدل ما تشوف الجنان على اصوله رجع خطوتين لورا وبصلها بتحذير جليلة ابتسمت بسعادة ان في حد يقدر يحكم تصرفاتها المتهورة يلا علشان ما نتأخرش وانا مش رايحة في حتة واللي عندك اعمله يا حسن انا اصلا مش موافقة على الجوازة الزفت دي فاكر نفسك تقدر تتحكم فيا ده بعينك يا ابن الصياد مش على اخر الزمن حد يفرض علي اعمله وما اعملش ايه ده بويا نفسه مجاش يوم يفرض علي رأيه الا لما حضرتك طلبت يدي انا مش هروح في حتة جليلة قالت لها بحدة وغضب نادرة لم نفسك اللهم طولك يا روح مش شايفة بيكلمني ازاي وبعدين ماله باللانة لبساها مالك انت باللانة لبساها لا يا حبيبي انت اللي دماغك شمال والصنف الزبالة هو اللي بيركز نادرة لم لسانك قسم من باللامة هتستحملي قلم مني اوزيني كلامك مش على اخر الزمن حتة عيلة تقول عني ايه انا زبالة فهم احلتها وبعدين هركز في ايه انا ما انت كلها كم شهر وهتكون امراتي يعني عرضي حضرتك لو فكرتي ثلاث ثواني بس وبصتي حواليكي وركزتي بس مع نظرات كل واحد وتفكيره بيروح شمال او اي شخص بيحاول يرجع لربنا وشافك واتفتن بيكي ويحس وقتها ان ما فيش فايدة نادرة دموها نزلت بديق ما لكش حقيت اتدخل فيها انا مش مراتك لحد دلوقتي انا خطبتك مش مراتك وشقتك دي انا مش عاوز ادخلها اصلا ياريت تخلي عندك دم وتفسخ الخطوبة الزفت دي انا مش عايزاك وانا مش هتغير ده شاكلي وده لبسي ودي حياتي انا ما لكش دخلي فيها انا ماشية نادرة مشيت وثبتهم حسن اتعصب لدرجة انه حس انه عاوز يضرق بحد جليلة قالت له حقك علي يا حسن حقك علي انا يا ابني هي كده والله العظيمة عصبية ومش بتشوف قدامها زي امها الله يرحمها بس والله قلبها بيض وحكاية الهدومة الديقة دي ابوها يامة زعق لها فيها لكن هي اللي في دماغها في دماغها والله ضربها قبل كده بسبب الموضوع ده لكن برضو مش عاوزة ترجع عن اللي في راسها طب رواح انتي معها بدل ما تراوح لوحدها والموضوع ده هنشوفه بعدين ماشي يا ابني بعد ساعة في بيت الحج موسى ندرة دخلت قدتها وجليلة بتزعق فيها لكنها ما هتمتش طب والله ما انا ما اعتذر لحد هي بيشوفي مين اللي هيعتذر ده تهابل ده وبعدين ما نطول عمري بلبس بناتيل جنز ها من امتى وانتي بتزعق إيلي طب والله يا ندرة لما بوكي يجي لأقوله وانتي حرة مع بوكي بقى انما الدكي علقة محترمة ما بقاش جليلة ندرة قفلت الباب في وشها ما تربتيش هاول ايه يعني ندرة غمضت عينيها وقعدت على السرير كانت بتعيد بهستيريا حطت ايديها على وشها انا مش عاوز اتجوز ومش عايزاه هو فاكر نفسه مين علشان يكلملي كده ملا مش هخرج من السجن ده علشان ادخل غيره ده بعينهم وبعدين هو ويتول يتجوز واحدة زي بعد ما تقدملي نسليهم وزنهم انا اتجوز واحد زي ده طب لأ يا حاسم لأ بتكابري يا بيت سانية بتكابري الغرور هيضيعك بلاش تبصي فوق يا ندرة بلاش يا بنتي لدى توبك ولا حياتك انت زي السمكة اللي ماينفعش تطلع من البحر حتى لو هي عايزاه اللي انت مش عاوزاه ده هو اللي هيحافظ عليكي ويتفتكري ان الراجل لما يكون دمه حر بيكون متحكي بالعكس ده غيرة واللي بيغير يبقى بيحب واللي يحبك يوعد بعيه وبعدين اقالي الكلام ووزنيه يا بنتي غلط في ايه هو ما انت كل ما بتخرجي بالقارف والهدومة الديقة دي بتتعكسي انت جميلة يا ندرة بس مش عارفة تحافظي على جمالك ده جمالك ده نعمة من ربنا ماينفعش كل من هب ودب يغرم جمالك احفظي نفسك علشان ربنا احفظك انت بتصلي وعارفة ربنا وربنا امرنا ان احنا نحافظ على نفسنا ربنا اهديك ندرة قالت بدي انا خايفة يا جليلة خايفة وجهة خايفة ساب خايفة اكون سانية تانية عايزة يعرف اني مش ضعيفة مش عاوزة يحس اني لعبة في ايده يحركها زي ما هو عاوز عارفة انا لسه فكرة امي وفكرة لما كنت هموت بسببها انا لسه فكرة كل حاجة كانها مبارح وكاني ما كنتش طفلة خمس سنين هو ليه الوجع بيفضل معلم على قلوبنا ليه بيفضل الوجع سايب جرح يا جليلة وليه الماضي ما يسبنيش وكانه مبارح انا مش عايزها مش عايزة تجوز يا جليلة مش عاوزة احس ان في حد متحكم فيا مش هقدر مش عايزة اجيب طفلة واسبها تعيش لوحدها مش هقدر يا جليلة انا عاوزة عيش حياتي ندرة سانية الله يرحمها لو كانت وحشة مع الناس كلها كانت لا يمكن تبقى وحشة معك انتي يمكن كانت مهملة شوي لكن يعلم ربنا انها كانت بتحبك قوي هعارفة ايوم وفاتها وصتني عليك كان نفسها تشوفك عروصة ما كنتش عايزة تسيب وجع في قلبك وبعدين مين قال ان احسن كده بيتحكم فيك ده خوف عليك يصدقيني لو دخلت الانفوس البشر واللي بيقولوا لما يشوفوك كده ولو سمعت الكلام اللي بيقولوه في سرهم عنك بدون ما يعرفوك هتتعب قوي يا ندرة انا عاوزة عيش حياتي من غير ما حس ان الناس بيفردوا علي رأيهم بس انتي عايشة وسط الناس وبعدين هو انتي لو عدلت شوية في حياتك هتبقى كده مش عايشة حياتك مين اللي قالك جربي جربي مش هتخسري حاجة سدقيني هتحسي براحة نفسية وكأن في هالة من الطمأنينة محوطاك بس اعتبع عليكي هو طريقتك مع حسن ما ينفعش تحسسي جوزك انه اقل منك وانك مش عايزها بالطريقة دي كان ممكن بالهدوء تطلبي تعادي معاه وتحاولي تفهميه قوليلو انا مش مستعدة ارتبط دلوقتي باي حد مش مستعدة ان انا تجوز مش مستعدة اشيل مسئولية بيت انما العند والصوت العالي والزعيق ده بيخليك تباني مغرورة ومش متربية وانا عارفة انك مش كده ومتأكدة انك مش مدية لنفسك فرصة انك تفكري في موضوع الجواز انا لما بوكي تقدم لي بكنتش حبة الفكرة وكنت متضايقة من الجوازة كلها بس وقتها قررت افكر بعقلي وقلبي شخص محترم وابن حلال الناس بتشكر في اخلاقه وعلى فكرة ابوكي تجوزني وهو حلو على قده كان يدوب عنده بيت صغير اوية نادرة وكان شغال بليومية ورزقه على قده وقتها انا كنت ناوي يرفض وقلت ازاي هتجوز واحد زي كده لكن وقتها قررت افكر فيها ليه ما اديش لابوكي فرصة ودي نفسي فرصة اتجوزنا وخلفنا اختك مرجانة وما حصلش نصيب اننا نخلف ولاد لما اشاف امك حبها بس وقتها كان ربنا فتح عليه وبقى محل باسمه وجيه قال لي انه هعاوز يتجوز امك وقتها حستي اني بادبع ما هو مش سهلة على الوحدة انه جوز هيطلب منها انه يتجوز عليها وخصوصا لما تعيش معاه في الفقر ولما ربنا يفتح عليه يروح ويتجوز عليها وقتها طلبت انه يطلقني وسيبت البيت رحت بتابويا وقعدت شهور زعلانة فيه لكن افتكرت كل لحظة بيني وبينه لقيت انه مفيش يوم سابني انا من او زعلانة كنت شايفة لهفته انه يخلف ولد وشايفة في عينه حبه لسانية اللي قدرت تخطفه من نظرة واحدة ما نكرش انه كنت مقهورة لكن رجعت له وقلت انه موافقة يتجوز عليها رغم قلبي اللي اتكسر وقتها هو رفض وقتها وقال انه خلاص مش عاوز يتجوز بس انا قلت له يتجوز اللي حبها ويخلف الولد اللي نفسه فيه وبعد كم شهر تجاوز والدتك الله يرحمها وجاب لها شقة وبقى يروح لها ويعد البنة وهي خلفت وكانت بنت برضه اوعية نادرة تكوني فاكرة اني استحملت كل ده عادي وقعت في تكري اني اشوف جوزي في حضن واحدة تانية كان سهلة علي والله يا ابدا بس على الايامي ما كانش للبت انها تعترت وفكرة ان البت تتطلق دي كانت صعبة قوي وانا حبيتها بوكي قوي وقالشان حب ليه استحملت سنين ويعلم ربنا اني ما كرهتك لما كنت بقى شوفك وانت صغيرة كنت بفرح قوي وبحب ألعب معاك انت استحملت كل ده علشان كنت بتحبيه ابو يتجاوز عليك علشان معرفش يحبك وسبق امي لما بطل يحبها الراجل لما بيحب بيبيها الدنيا كلها علشان اللي بيحبها الراجل لما بيحب بيغير بس الراجل الحقيقي مش بيستنى يحب علشان يغير وحسن راجل بيغير على اهل بيته خليكي شطرة وبلاش تخسريه بكلمتين كويسين وابتسامة رضا هيديكي عيونه اللي زي حسن تعب في حياته ممكن بابتسامة تشتريه وتجبري خطره هو مش عاوز منك يا بنت اكتر من كده وساعتها هيديكي روحه هو انت بتتفرجي على ياسمين عز يا جليلة هي الولية دي اللي هتودينه في دهيا وربنا مفيش غيرها لكن نفس تهزر يا بيته وبعدين ياسمين عز دي اختي عاوزة الست تكون تنسى كرامتها كده لكن الشطرة بتكون عقلة في تصرفاتها لا بترخي الحبلة على اخر ولا بتشده على اخره نادرة فتحت الباب وبصت لجليلة اللي قاعدة بتتفرج على فيلم قديم وبتحشي فلفل وبتكلمها في نفس الوقت انت هتقولي لبابا على اللي حصل جليلة قالت لها بغيز بصراحة تستهل اقوله عشان يرنك دين عالقه تعلمك ان الله حق اصل الكلام اللي قلتيه ده مش هاين يا نادرة ولو حسن اتكلم مع ابوكي ابوكي هيجي يقوم بالواجب عشان اللي عملتيه ده غالط غالط يا نادرة غالط هو ممكن يقوله يا اختي وممكن كمان يقوله انه عاوز يفسخ الخطوبة وانا لو علي اقوله اللي عملتيه بس على رأيي حسن مش هتستحملي منه عالم واحد طب عملية جليلة كلميه كلميه وحاولي تفهميه بالعقل كده ده بعينه ابن الصياد ان اكلمه جليلة لو اتبقها والله انا لو خطيبك لكنت اتفشت منك بقلكم اكتر من شهر مخطوبين ومش بتكلميه يا بيت تخلى عندك دم انا معرفش هكلمه وقوله ايه علشان مش عايزة تعرفيه بص يا بيت لما الواحدة بتتخطب بتكون عايزة تعرف اللي قدامها وتعرف طباعه حاولي وانتي بتكلميه تركزي في اللي بيقوله وقتها هتلحظي طريقته وهتفهمي دماغه والخطوبة دي فترة تعارف حاولي تعرفيه لو لقتي في حاجة مش قبلها هقولي لابوكي بس في لحظة صفا قولي له شوف يا حاج انا سمعت كلامك ووافقت تتجوزه واتخطبنا بس حصل كازا وكازا وانا مش عارفة اتقلم مع طباعه ابوكي لو لقكي بتفكري في الموضوع بعقل هيقولك ماشي يا بنت انا هتصرف اصلا ابوكي مش هيبيعك يعني هو بس عاوز يحس انك فعلا واخد الموضوع جاد اصدك ادور على عيوبه وساعتها رفضه انتي غابية صاح والله العظيم طول ما انتي ما بتفكري كده مش هتنفعي امي يا بنت من هنا غوري يا تعودي تحشي معايا يا تغوري من هنا لا مش عاوز احشي ياختي انا هدخل ابقر البيت ماشي وبعد دقايق ندرة قعدت على السرير وهي بتفكر ايه اللي هيحصل لو حسن قال لابوها اللي هي قالته وتهورها ده مسكت الموبايل بارتباك وهي بتبص الرقم حسن بتوتر اكلمه طب هقول له ايه هو يمكن صح بس ما ينفعش يكلمني كده وكمان انا غلط يا لهو علي وعلى افكاري دست على اسمه ورنت عليه لكن كان بيكنسل المكالمة وبيقفل ده بيقفل فوشي ماشي يا حسن ابقى شوف مين هيعبارك في الورشة حسن كان قاعد مع عامر وشخص كمان لقى موبايله بيرين لما شاف اسمها قفل السكب وشها وكمل كلامه مع العميل اللي قدامه بس يا استاذ منعم العربية بتاعت حضرتك محتاجة شغل كتير والمصاريف هتكون كتير لان المطور كله محتاج يتغير شوف يا استاذ حسن انا كتير قوي قالولي انك شاطر وموضوع الفلوس ده ما تقلقش منه انا هدفع اللي انت عاوزه بس العربية ترجع زي الاول عامر قال له بس يا استاذ العربية خلصانة ازاي عاوزها ترجع زي الاول انت مش جاي لساحر يعني دي الحادثة مدمرة العربية حسن قال له بهدوء استنى انت بس يا عامر شوف يا استاذ انا هعين العربية تاني وهقولك محتاجين ايه حضرتك تجيبه واسيبي الباقي على الله علي عامر قال له بحذر يا حسن اصبر بس يا عامر العربية هتاخد وقت بس ان شاء الله هتطلع من عندي على الفابريكة هو ده الكلام على فكرة لو عرفت تصلح العربية دي انا هعمل معك واجب حلو قوي على الله يا عامر خلص يبقى بين المكالمات انا لازم امشي دلوقتي تمام من عمشي وعامر فضل يبص الحسن اللي بيشرب الشاي وبيفكر نفس اعرف بتفكر فيه يا ابني العربية خلصانة هتضيع وقتك على الفاضي مين قال كده العربية محتاجة شغل كتير لكن مش صعب انها تتصلح وبعدين خلينا نشوفها تاني وساعتها اشوفها اعمل ايه مالك شكلك متضايق من ساعة ما جيت ابدا موضوع شغلني كده ندرة انتاش عرفة دي قدرات يا ابني بس اقول لي فيه ايه ولا حاجة هقوم دلوقتي اطلع على المخزن لو حصل حاجة بقرهن عليها سلام ماشي سلام بالليل على الساعة 11 ندرة كانت قاعدة على السرير بتفكر وهي بتلوم نفسها على اللي عملته وخصوصا لان ابوها رجع وما تكلمش عن حسن ولا قال انه هو اكلمه اصلا ابو الغباء ولا نتيها دي كان هيحصلي لو رحت تفرجت عشاء هو لو كان قال لي بابا كنت هقول عليه حيوان واكرهه لكن هو مش سايب لي فرصة شكلهم ناموا الوقت اتأخر اصلا في نفس الوقت حسن كان بيضغط على سنانه بغيز وغضب وتهور من افكاره اللي جابته لحد بيتها في الوقت ده بدون ما يفكر طلع على المواسير ونط بسرعة دخل البلكونة قرج مفك من جيبه وفتح باب البلكونة باحترافية ومن غير صوت دخل بهدوء وخفة وقفل الباب وراه نور الشقة كله كان مطفي والبيت هادي جدا حسن قال بهمس وحدة صبرك علي يا بيت موسى ندرة سمعت صوت خطوات جاية من بر قدتها حست بالخوف والارتباك قامت من على السرير كانت بتروح ناحية الباب صوت نبطتها كان مسموع وإحساس الخوف بدأ يسيطر عليها أخدت نفس عميق وهي بتحط ايديها على مقبض الباب وبمجرد ما فتحت الباب دخل بسرعة وهو بيكتم نفسها ندرة فتحت عينيها من الصدمة والتوتر وهي شايفة بيقفل الباب رجله ويبوصلها بحدة قربكتها خايفة ليه في اللسانك اللي عايز قطعه طب مش ممكن أكون جاي علشان غرض مش كويس ايه مش قلتي نسبالة ايه مش خايفة أكون جاي علشان غرض زبالة زي ايه رأيك أعمل كده فعلا ندرة فضلت تحط ايديها على صدره وتزقه بتحاول تبعده عنها لكن هو كان ماسكها بقوة ما تحاوليش لأنك مش هتعرفي بس أنت غبية غبية قوي أصلا لو دماغي شمال ما أنا كنت هحب أشوفك بالهدوم الضيئة دي بس بما أنك قلت أن دماغي شمال يبقى لازم أعرفك الشمال بيعمله إيه ندرة دماغها لمعت في عيونها بخوف وهي شايفة بيقرب منها لدرجة أن ما بقاش بينهم غير مسافة صغيرة لكن فجأة بعد أنا هشيل إيدي لو صرقت أنت حرة ندرة هزت رأسها بالموافقة حسن بصلها بشك وكأنه منتظر منها لحظة غدر بعد إيدي عن شفايفها بحذر وحطي إيده في جيبه وهو بيتحرك في القوضة بحرية كانت مترتبة فيها طبع عنساوي من الألوان والترتيبات قطتك شكلها حلوة رائقة مش شبهك خالص ندرة حطت إيديها في وسطها ورفعت حاجبها وعادي خلينا نتكلم وقبل ما تعترضي وربي لو ما سمعتي الكلام لعل صوتي وصحبوك وساعتها هقوله أن أنت اللي كلمتيني وأنك فتحتيني الباب ودخلتيني وما تنسيش أن آخر مرة أنت اللي متصلة بيا يا روحي ها ده يتخذ روحك بعد الشر عنك يا حبيبتي ندرة بديء وهي بتقعد على الكرسي اللي قدام السرير عاوز إيه حسن وإيه اللي جابك لحد هنا بالطريقة دي ما خلصناش كلامنا قلت أجي نكمله موضوعي ده غير أنك من إياهم يعني بلاش البصد يا ندرة وما تغيريش الموضوع إزاي تخرجي من البيت ببنطلون زي ده وعلى فكرة أنا مش بركز في الحاجات دي أنا لمحت صدفة بس البنطلون مش دايق على فكرة ندرة بلاش تلوعي البنطلون دايق وإنتي عارفة ده كويس بدأنا بقى تحكمات إحنا بنتكلم بالعقل وبطلي الطريقة دي وما تنفخش في وشي وإنتي بتتكلمي أظن كلامي واضح لا مش واضح إذا كنا لسه على البر وبتفرض علي رأيك وتحكماتك أما لما نتجوز هتعمل إيه ومين قال إنها تحكمات لما يكون الموضوع على غلط وأنا بفهمك الصح يبقى دي مش تحكمات بصي هقولك ثلاث أسباب يخلوك تحب تلبسي واسع أولا أمر ربنا ثانيا لإن مش في صراع مع باقي البنات مين أجمل وسالسا لإنك جميلة فعلا جميلة لدرجة إنك تستهل اللي يختارك علشانك مش علشان اللي هياخده منك أنا عارف إنك أكيد بتحبي طريقة لبسك بس مين قال أصلا إن كل حاجة إحنا بنعملها وإحنا مرتاحين مين أقناعك إن كل تضحية هتتعمل وإنت مبسوطة ربنا عز وجل أمر كل النساء إنهم يتعففوا في لبسهم مش بس علشان يحجمك لإنه أعلى وأعلم وعارف الناس نفوسهم إيه عارف النفوس الخبيصة والطماعة وده حماية ليك منه حسن أنت عايز تشكلني على مزاجك وخلاص أنا ما بحبش التحكمات دي يمكن أنت صحف اللي بتقوله لكن حسن بسرعة شد الكرسي وقربها منه لدرجة إنها حسد بأنفاسه على وشها دي ما اسمهاش تحكمات ولا معناها أني بحاول أشكلك على مزاجي فهمه وخلي بالك إن أنا لحد دلوقتي مسيطر على أعصابي لإن الكلام اللي قلتي ده مش بالسهل يتقلية ولا بالسهل إن يعديه كده بس أنا لحد النهاردة شريكي ولو وصلت إن يعمل زي الحرمية واطلع على المواسير عشان أتكلم معاك وفهمك مع إن لو حد شفني دلوقتي هبقى صغير أوي في نظر الكل بس حبيت أفهمك الفرق بين التحكم والصح والغلط أو عد كوني فاكرة أني هتبصت لما لقي واحد من إياهم بيبص لك كده ولا كده لأن ساعتها هخزق عينيه اللي اتنين فبلاش تختبر صبري أنت فاهمة ارتبكت قوي ندرة وهي بتحاول تبعد يعني أنت أنت مش متدايق مني أقصد أنا عارفة أن كلام الصبح كان دبش قوي بس أقصد أنا أنا ما كنتش أقصد المعنى الحرفي للكلام أنت فاهم لا الصراحة مش فاهم حاجة إن شاء الله عنك ما فهمت أنا أصلا غلطان أني بتكلم معاك يا بيت يا بيت بطالة ترمي دبشي خربت لسانك ماله إن شاء الله لساني بيرمي زلط دي كانت خطوبة من أيلة بنيلة أقول لنفسك يا سيحاسن أنت هابلة يا ندرة صح؟ أو الله العظيم هابلة استغفر الله العظيم يا رب أنت مصمم تخرجني عن شعوري لا يا أخرة صبري أنت اللي بتهب منك بس أنا حذرتك يا ندرة المرة الجاية لو دماغك وزيتك كده ولا كده أنت حرة حسن أنت مش ملاحظة أن الوقت تأخر وأن الوضع كده غريب أنت اللي اضطرتين أعمل كده يعني إيه إن شاء الله كل ما يحصل مشكلة بيننا هتطلع لي على الموسير أنا علشانك أعمل أي حاجة يا ندرة بس واتف تكري أن رصيدك عندي هيكون دايما شفي عليك ما تنسيش أن راجل دمي حر يعني اللي يجي على كرامتي بدوس عليه والحد دلوقتي انت جاي علي بالجامد وأنا قلبي مش مطوع أن أجي عليك وأنا إيه كل قلبك علشان يشفى عليها حسن حس أن ممكن يعمل حاجة يندم عليها ومشاعره هي اللي بتشده نحيتها راح نحية البلكونة بتاعة قضيتها فتحها وبصلها بتركيز بكرة تعرف أنت إيه لقلبي علشان يشفى عليك يا ندرة وبلشت عياتي تاني أنت فهمها وإلا هتطر كل شوية أطلع على الموسير ندرة بتسمت غصب عنها وقبل ما تتكلم كان نط من البلكونة لدرجة أنها شهقت بصدمة وخف عليه قامت بسرعة راحة نحية البلكونة لقيته نزل وماشي بمنتهى استقف الشهرة ندرة بزهول قالت ده مجنون ده ولا إيه بس أنا ليه حس أن أنا مبسوطة ترجمة نانسي قنقر